موسيقى إنك تتعرف على الذي خلقك في هذه الدنيا بأسمائه وصفاته سوف تحبه وإذا أحببته اتبعته وإذا اتبعته أسعدك في الحالين في الدنيا وفي الآخرة تعالوا نتعرف على أسماء الله الحسنى والقيم التي نستمدها من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في برنامج بذور الخير فحياكم الله جميعا موسيقى كثير أسماء لله عز وجل عندما تسمعها بتحس إنها قريبة من قلبك لأنها بتحاكي شيء فيك لأنه في ظل قسوة الحياة وقسوة المعيشة وقسوة الأخبار وقسوة الظروف وأحيانا بيكون فيه تقتير بالرزق وأحيانا بيكون فيه مناكدة في العمل وأحيانا بيكون مناكدة في البيت وأحيانا ظروف الدنيا كلها من حولك يعني تطبق عليك في أسماء لله عز وجل لها قيمة تلامس القلب وكل أسماء الله عظمى وكل أسماء الله حسنى وكل صفاته صفاته كمال وجمال وجلال لكن بعض الأسماء قريبة على القلب في واحد من أسماء الله الحسنى اختار الله عز وجل أن يكون المشتق تبعه في وسط القرآن الكريم أسألك سؤال ما هي الكلمة التي جاءت في وسط القرآن الكريم وسط القرآن يعني عدد كلمات القرآن على اليمين مساوي لعدد كلمات القرآن على الشمال وكأن الله قد اختار هذه الكلمة لتكون ميزان القرآن خطرت في بالك الكلمة اللي في وسط القرآن عدد الكلمات اللي قبلها مساوي لعدد الكلمات التي بعدها جاءت في وسط القرآن وكأنها شعرت الميزان انت عارف إيش الكلمة وليتلطف اللي هي الآية رقم 19 من سورة الكهف شو هي الآية وليتلطف وكأن الله عز وجل يشير لنا معشر البشر أن أحكامه وتشريعاته وقرآنه وموعظته وأن وعده وأن وعيده وأن المستقبل وأن القيامة وأن ما حدث وأن ما سيحدث وأن اللقاء وأن الصراط وأن الميزان وأن الرسل وأن الأنبياء وأن قصصهم وحكمهم وماعظهم وأوامرهم ونواهيهم وأن وصايا الله وأحكام الله وشرع الله وتنزيل الله عز وجل وجبريل الله تبارك وتعالى وملائكته كل هذا له كلمة ميزان وهي وليتلطف وذلك من أحب الأسماء للقلوب اللطيف وانت عارشوا معنا اللطيف انت أحيانا بتقول فلان ما شاء الله عليه أخلاقه يا أخي لطيف فهو قريب من القلب لأنه لطيف وبالمقابل فيه إنسان يعني قاسي وجبار فبتلاقي الناس تتحاشاه لكن لما يكون الإنسان لطيف بيكون قريب لقلبك فما بالك إذا كان خالق السماوات والأرض الذي قدر فيها أقواتها وقدر أعمارنا وقدر أفعالنا وقدر آجالنا وقدر موازيننا سمى نفسه باللطيف ليش؟ عشان يتقرب لك عشان تحس في قرب بينك وبين الله لو وجدت أنه في واحد قاسي مستحيل تطلب منه طلب لكن لو وجدت إنسان مسؤول وعنده صلاحية لكنه لطيف تجد الثاني لا يغلق له باب السبب لطيف يلقى الناس بوجه طيب يلقاهم بابتسامة يلقاهم بالعطاء يلقاهم يا مرحبان يلقاهم أهلا وسهلا لطيف لطيف فتجده قريب من قلبك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما دخل اللطف في شيء إلا زانه زينه وجعله مبهج جعله جميل اللطف وما نزع من شيء إلا شانه يجعله سيء فاتخيل لن ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه اللطيف ومعنى اللطيف الرقيق الرقيق لكن اللطف مع الله عز وجل له أحوال من لطف المولى سبحانه وتعالى أنه يصرف عنك السوء وأنت لا تعلم ويا ما صرف ربنا عننا السوء في أشياء كنا نختارها ثم اتضح لك فيما بعد لو أن الله عز وجل أجرى لك اختيارك إلا كان وقعت في ورطة ووقعت في مشكلة ولكن الله صرفه عنك ولكن إحنا مع الأسف لأنه مرات بيكون الثقة بالله عز وجل يعني تزيد وتنقص وإيمانك بيزيد وينقص أحيانا تبكي لماذا الله عز وجل ما أعطاني وأنا طلبت من الله وربنا يصرف عنك الشيء وبتدور الأيام ويتضح لك الصورة بتقول يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد والله لو ربي أعطاني اللي أنا طلبت كان دمرني لأنه لطيف لأنه يعلم ما سيحدث بعد ذلك فمن لطف الله عز وجل أن يصرف عنك أشياء أنت بتتمناها ثم يتضح لك فيما بعد أنه من لطف الله أنه صرفه عنك أنت حصل في حياتك أنك اخسرت صديق من أصدقائك واكتشفت فيما بعد أنه ما كان صديق كان عدوا كان يوسوس كان ينقل أخبار كان يوصل عنك كان يكذب عليك كان يشوه صورتك مظهر الخارجي صديق لكن في حقيقته كان عدو لكن بثوب صديق لكن في تلك اللحظة أنت لم تكن تسمع ماذا يقول عنك ولكن الله سمع فمن لطف المولى سبحانه وتعالى الذي سمعه وهو يذمك وينتقدك ويعترض عليك ويشوه صورتك الله سمعه بس أنت ما سمعته فسلبه الله عنك أنت فكرت أنك خسرت ثم تبين لا 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 أنت ما خسرتش الله لطف بك إذ نحى حصل أنه فيه زوجين افترقوا أيها حصل وحست الزوج أنه خسرت أو حس الزوج أنه خسر ثم دارت الأيام وتكشفت الأشياء فعلمت أن من لطف المولى سبحانه وتعالى أن عزلها عنك أو عزلك عنها أنت ما سمعت شو كانت تحكي عليك ما سمعت شو كانت تغتابك ما سمعت شو كانت توسق سورتك ما سمعت شو كانت تشوه سمعتك لكن الله يعلم فساق الله الأحداث بلطف خفي حتى عزلها عنك و لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا صالحين طب ما هم أنبياء لازم يكونوا صالحين لا صالحين للحياة الزوجية أما صلاحهم في الدين و الآخر قطعا ما هو الأنبياء لا يشك فيهما كان صالحين عبدين صالحين من عبادنا صالحين للحياة الزوجية فخانتا هما كان ينقل أخبارهم للخارج و يشوه صورتهم عند أقوامهم و يذمهما عند أقوامهما فخانتا هما فلم يغني عنهما من الله شيئا و قيل ادخل النار مع الداخلين عرف شو معنى اللطيف الذي يصرف عنك السوء و أنت لا تعلم اللطيف معناها اللي بدبر لك الأمور هو أنت سؤال لو لا لطف الله عز وجل لما تشرب المي بتخرج لا كان بيصيبك حصر البول أجلكم الله فبسيط تحذر أنك تشرب شربة المي أنت ميت عطش لكن مش قادر تشرب المي خوفا من أن تحبس في بطنك و بعدين نبدأ بالمعاناة و المقاساة و الألم فأنت صابر على العطش حتى لا تصبر على الألم فلطف المولى سبحانه وتعالى سهل مدخلها و سهل مخرجها لو أصابك التهاء في بنات إذا أناك مش قادر تبلع ريقك عشان تبلع المي من لطف المولى سبحانه وتعالى يلطف بك و أنت نائم فقلبك ينبض و رئتك شغالة و أنزماتك تفرز و البنكرياس شغال و الكبد شغال و الطحال يستقبل خلايا الميتة و الأكسجين ينتقل من الرئتين إلى الدم و بتوزع الأورد و الخلايا و كل خلية في جسدك تأخذ حظها من الأكسجين و من التغذي و أنت نايم لأنه اللطيف سبحانه وتعالى اللطيف الذي إذا نزلت مصيبة يلطف بك فينزل معها صبرا سبحانه وتعالى و إلا أنت لما تفقد والدك أو تفقد والدتك أو أم تفقد ابنها ما الذي يبقى لها من أمل في الحياة لكن اللطيف ينزل عليها صبرا فيجعل الصبر على قدر المصيبة لأنه يريد أن يلطف بك في حياتك اللطيف و لذلك يا أخواني أخذها نصيح من قيم اللطيف أن تكون أنت لطيفا كن لطيف مع زوجتك حتى لو غلطت و كن لطيف مع زوجك حتى لو رأيتيه مخطئ كن لطيف مع أولادك لا تعلمهم العنف و الشد و الصراخ و الصياح كن لطيف المولى سبحانه وتعالى تلطف بنا فكن أنت لطيف مع خلق الله عز وجل كن لطيف حتى في عتابك لو صديق إليك زعلك خليك لطيف في العتاب لا تتكلم كلام جارح لا تكسر بالكلام لا تكسر بالأفعال لا تكسر المشاعر لا تكسر القلوب خليك لطيف مع الناس كن كلامك مختار بعناية لأن بعض الكلمات له وقع أشد من وقع السيف وبعض الكلمات قاتلة وتبقى مستمرة وبعض الكلمات لا تندمل لأن جروح السيوف والسكاكين تندمل و بتروح و بصير ذكريات لكن جروح الكلمات لا تدفن فإياك أن تتكلم بكلمة تبقى مع الذي سمعها طول العمر شف النبي عشان علمك اللطف شو قال قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها كذا و كذا من الدرجات هي من رضوان الله لكن مع مين تكلمتها معك تكلمت معك تخليك لطيف أنت اليوم واحد أقبل عليك فقلت له إيش مالك وجهك أصفر أنت مريض أنت قتلته أنت دمرته لكن يجيك واحد مريض وتتلطف معه بالكلام وتقولوا ما شاء الله والله وجيك اليوم نور ما شاء الله عليك عاد هو تعبان و مرهق و مريض و انظر إلى حالته بعد أن تتلطف معه بالكلام فتمدح إطلالته و تمدح وجهه شوف المعنوي العالي لما بدخل القائد على الجند و عارف أنهم مرهقين و عارف أنهم متعبين و يوقف يتكلم معهم بكلام يرفع المعنويات هو أعطاهم فلوس؟ لا هو منع عنهم القضاء و القدر؟ لا هو إيش عمل؟ تكلم معهم كلاما رفع من معنوياتهم فاشتدوا في حماية أوطانهم و حماية دولتهم و حماية مؤسساتهم و حماية أعراضهم و حماية دينهم كلام إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها كذا و كذا من الدرجات اللطيف بعباده فكن لطيفا مع عباد الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأخلاق إنه على كل شيء قدير إلى أن نلتقي بكم أستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة